الوحدات والفيصل في الكائس قulous من مباراة الدورية مباراة الكائس مهمة جدا للفريقين والطموح Thanks to meet these بنفس التوقيت تداعياتها المؤثرة في الدورية نتيجتها تداعيات الأداء الفني ما trazerت تقلي Architecture ما ستعافئت بهذا 었던 adjustable Lift و Brutches كثيرا المباراة مهمة في الكائس ومهم من المباراة اللي بعدها بالدوري بالأوراق الفنية بالأسماء الفريقين عندهم نجوم كثير عندهم أسماء كثير أسماء عديدة الآن بس كيف رح يلعب كل فريق كيف رح يؤدي كل فريق مين اللي عنده التشكيل اللي رح تكون قادر على الفوز كيف رح يدرس كل فريق نقاط القوة ونقاط الضعف بالفريق المنافس هاي أمور فنية رح نحكي عنها لاحقا يعني كثير من المباراة مهمة الفيصل عنده خط وسط قوي عنده دائرة ملعب قوية جدا أنا ما بدا دخل كثير في الأمور الفنية الوحدات هل ممكن أنه يعزز خط وسط دائرة الملعب عشان يوقف انطلاقة دائرة الملعب بالفيصل يضغط في ملعبه الفيصل يعتمد على عبيدة ونور أو نزار أو أحيانا عبيدة ونور ونزار مع بعض ثلاثة كثير يضغطون بنصف الملعب عبيدة مركز ستة ينظف يقطع كل الكرات قدامه نور أو نزار وأحيانا عبيدة ونور ونزار أو عبيدة ونور وصيصة الفيصل اللي بيعتمد هدولة الثلاث قبل ما نخي قوة أطراف الفيصل هدولة اللي بيحرروا أطراف الفيصل هدولة الثلاث بيعملوا ضغط عالي في ملعبك في الثلثة الأخير من ملعبك لما يلقوا وسط قوي جدا ما بيقدروا يعملوا هذا الضغط لما يواجههم اثنين اللي بالفيصل عبيدة ونور واجههم اثنين انضباطيين عندهم قدرات دفاعية في نص الملعب زي ما عند هدولة الثنين بتصير المباراة في نص الملعب ما بيقدر يضغطك بنص الملعب الأمور بتختلف بتصير فيه تكافؤ بنص الملعب فالوحدات ممكن يلعب مهند خير الله مثلا مع بيتانج وبالتالي بدل ما ينضغط بملعب بصير الضغط من الفريقين بنص الملعب الآن اللي بيضغط أكتر بملعب الثاني واللي بيقدر يعمل خط وسط ويفرض تواجده ويقطع القرات في ملعب الفريقي الثاني أكيد سيحرر اللاعب سيحرر الأطراف سيحرر اللاعبين الهجوميين فالمباراة فيها حكي كثير فني يعني أنا مش حاب بحكي الآن فنيا أنا عن المباراة ولأنه في عندي حكي فني وما بعرف ممكن أكون بالستوديو بحكي بالستوديو إذا ما كنتش بطلع بحكي لكم لكن المباراة فيها كثير حديث فني وكثير فيها حديث فني مهم حازم مناصر يسعد مساك حبيبي حازم فالمباراة كثير مهمة للفريقين أنا بالنسبة لي بوجه دائما الرسالة لبيتي لنادي الوحدات وهذا من حقي من حقي دائما أنا بحكي للوحدات يعني أنتم مريتوا بموسم صراحة صعب صعب جدا لأن الفريق ما استقرش طول الموسم الفريق ما ثبتش بتشكيده طول الموسم الفريق ما وجدش نفسه طول الموسم الفريق ما أرضاش جماهيره طول الموسم الفريق ما أسعدش عشاقه طول الموسم الآن جاء الوقت جاء الوقت عشان تردوا جميل هاي الجماهير اللي بتدعمكم جاء الوقت عشان تحكوا للجماهير اللي بتدعمكم بتشجعكم احنا قدها و احنا قادرين و احنا عندنا الامكانيات ما بينقصكم عندكو نجوم و عندكو لعيبة و عندكو اسماء الآن جاءت ردة الفعل من اللاعبين اللاعبين يجب أن يكون عندهم ردة فعل كبيرة عشان يدافعوا عن اسمائهم عشان يدافعوا عن امكانياتهم عشان يدافعوا عن نجوميتهم يعني اسماء كبيرة و مميزة فأنا بوجه رسالة ما عندكم يعني عندكم الإمكانيات وعندكم القدرات أنكم تقدموا مباراة كبيرة عندكم القدرات أنكم تروحوا كل الموسم السيء تمسحوا 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 فعلا تمسحوا في الكأس وتمسحوا بالدوري كل لسه كل إشي متاح أمامكم فأنتو لازم تعلن التحدي مش تجو مهور على الفيسبوك أنتو لازم تعلنوا التحدي لماذا أتحدث عن الوحدات بيتي لأننا نتحدث عن الوحدات كل واحد يشجع فريقه وكل واحد نحترم الجميع وكل الحب للجميع لكن لازم أتحدث عن الوحدات لأنه بيتي فأمامكم فرصة ذهبية أنكم كل الموسم هذا الذي انتقدناكم فيه انتقدنا نتائجكم انتقدنا أدائكم نرجع نسجف نسجف لكم بالأخير ونحكي لكم برافو حسمت الموسم فستو كل شيء هذا سلبي نمسح وتصير الأمور إيجابية قتال عزيمة روح إيمان بالإمكانيات الثقة بالنفس أكيد يتوصل فرصة لعب بهدوء عدم الاستسرر عدم التعجل وأتمنى من الجهاز الفني أنه يصل للتشكيل الصح وخلاص الوحدات الآن بحاجة لإستقرار التشكيل لثبات التشكيل مشكل مباراة شكل ومشكل مباراة تغيير خلاص هذه مرحلة حسب أتمنى أن الوحدات يصل للتوليف الصح بالوقت الصح المباراة مش رح تكون سهلة فالفيصل عنده أمكانيات عالية وقدرات عالية وعنده ثقة بنفسه كبيرة يقدمها بموسم عالي المباراة رح تكون فيها ندية وفيها تكافؤ وفيها يعني آمال وفرص للفريقين وأنا تعودت وأنت تعودت أنه كلاسيكو الأردن ما حدا بيحزر عليه كلاسيكو الأردن ما حدا بيعرف كيف رح ينتهي أكيد أكيد أنه فيه أحيانا التفوق فني بس أحيانا التفوق الفني في مباراة الكلاسيكو بيختفي أكيد أنه مرات أنت بتلعب أحسن مباراة إلك وبتخسر بهجمة ومباراة الوحدات والفيصل يعودتنا مار راهن على أي شيء بتكتراهم بس على العزيمة والقوة وقدراتك المباراة صعبة صعبة على الفيصل وصعبة على الوحدات أكيد أتمنى الوحدات واحد يقول لي مين أنت يتمنى يفوز أكيد أتمنى الوحدات أنا بعرف أنت كتبت لي أنك تشجع الفيصل أنت حق يتمنى الفيصل أنا أتمنى الوحدات من كل قلبي أكيد الموضوع منتهي فالوحدات لازم هذه المباراة مفتاحية ليس بس بالكأس بالكأس بالدوري الوحدات إذا فاز في هذه المباراة يدخل مباراة الدوري بعزيمة بثقة كبيرة بأشياء كثيرة تظهر بالوحدات في المباراة الدوري أكيد المباراة الدوري مظروفها مختلفة المباراة الدوري لو مثلا ظلت النتائج زي هيك الوحدات يريد أن يفوز الفيصل يريد أن يتعادل مثلا ما سيحدث في الجولة القادمة السيناريو المباراة مختلف يريد أن يبادر والفيصل يلعب عردة الفعل والمساحات ففنيا شرح هذه المباراة يختلف سيكونوا حذيرين والفريقين سيكونوا منضبطين الفريقين يريد أن يأتي فيهم هدف في الكأس لا يوجد فريق سيستعجل أحساب فريق ثاني لأن الفريقين يعرفوا أن هذه المباراة داخلنا بنفس الفرصة وبعدين اتعادل سأذهب على ركلات جزاء مباشرة وليس بعيدة هذه المباراة تكون فيها ركلات جزاء وأنا أتمنى أن نرى مباراة حلوة وفيها أهداف كنت أتمنى أن المباراة مثل هذه وحدات وفيصري يعني أنا ما أحب تسعين دقيقة ولعب ركلات جزاء مفروض نحن داخلين عن المباراة يعني يكون فيه أشواط إضافية ويكون لكن هذه المباراة تسعين دقيقة وركلات جزاء فمباراة صعبة كلاسيكو كرة القدم الأردنية مهم جدا الكلاسيكو كرة القدم الأردنية تاريخ كلاسيكو كرة القدم الأردنية هو بطولة بحد ذاته يعني هذه المباراة تعتبر بطولة يعني تعتبر بطولة لأن الفائز من الوحدات والفيصل موجود والخاسر مفقود جمهور الفائز سعيد والخاسر حزين